بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد نستكمل الحديث في الشركات المختلطة نوع الثاني من أنواع الشركات المختلطة وهو الشركة ذات المسئولية المحدودة فما هو تعريف الشركة ذات المسئولية المحدودة؟ شركة ذات المسئولية المحدودة هي شركة تتكون من شركين أو أكثر دون أن يزيد عدد الشرقاء فيها عن خمسين شريكا ولا يسأل كل شريق فيها عن ديون الشركة والتزاماتها إلا بقدر حصته في رأس مالها أما بالنسبة للطبيعة القانونية للشركة ذات المسؤولية المحدودة فهذه الشركة تعتبر من الشركات ذات الطبيعة المختلطة التي تأخذ من شركات الأشخاص بطرف وشركات الأموال بطرف ويتضح ذلك من الحديث عن خصائص الشركة ذات المسؤولية المحدودة فخصائص الشركة ذات المسؤولية المحدودة نستطيع أن نجملها فيما يأتي أولا المسؤولية المحدودة للشركاء عن ديون الشركة فمسؤولية الشركاء فيها محدودة بقدر حصتهم في رأس مال الشركة أما الخصية الثانية فهي محدودية عدد الشركاء أو بتعبير آخر وجود حد أقصى لعدد الشركاء في شركة ذات المسؤولية المحدودة حيث لا يجوز أن يزيد عدد الشركاء فيها عن خمسين شركة أما الخصية التي تأتي بعد ذلك أنه لا يجوز الاكتتاب العام في تكوين رأس مال الشركة سواء عند تأسيس الشركة أو عند زيادة رأس مالها لا يجوز أن يتم ذلك عن طريق الاكتتاب العام أما بالنسبة لإسم أو عنوان الشركة فيجوز أن يتكون اسم الشركة ذات المسؤولية المحدودة أو عنوانها من اسم شريق واحد أو أقصر أو أن تختار اسما مشتقا من غرضها والشرقاء في الشركة ذات المسؤولية المحدودة لا يكتسب صفة التاجر كما أنه لا يمكن أن تكون حصص الشركاء ممثلة في سقوق قابلة للتداول في سوق رأس المال يتضح من الخصائص التي ذكرناها أن الشركة ذات المسؤولية المحدودة تشبه بعض خصائص الشركات الأشخاص وهي أن اسم الشركة يجوز أن يكون مشتقا من اسم عدد من الشركاء وعدم جواز الاكتتاب في رأس مالها سواء عند تأسيس شركة أو عند زيادة رأس مالها وتشبه الشركات الأموال في أن أسهمها في حصصها أو رأس مالها في شكل حصص أو أسهم أما بخصوص تأسيس شركة ذات المسؤولية المحدودة فتقوم شركة ذات المسؤولية المحدودة على عقد ولذلك فإن تأسيسها يتطلب توافر أرقان موضوعية عامة وأرقان موضوعية خاصة بالإضافة إلى أرقان شكلية بالنسبة للأرقان الموضوعية العامة سبق وأن تحدثنا عنها وهي الرضا الصحيحة الخالي من العيوب والمشروعية المحل والسبب والأهلية أما بالنسبة للأرقان الموضوعية الخاصة فهي كما سبق وأن ذكرناها في النظرية العامة للشركات وهي تعدد الشرقاء وهنا ركن تعدد الشرقاء وفيه خاصية الحد الأقصى لعدد الشرقاء فيها فيجب أن لا يزيد عن خمسين شريك وإثنية المشارقة وتقديم الحصص وهنا نريد أن نتحدث في تقديم الحصص بأن شركة ذات المسؤولية المحدودة رأس مالها هناك حد أدنى لرأس المال فيها وهو خمسمائة ألف ريال سعودي فلا يجوز أن يقل هذا رأس مالية عن هذا الحد كما أنه لا يمكن تأسيس هذه الشركة إلا بعد استفاء رأس مالها بالكامل لأن مسؤولية الشريك فيها محدودة في حدود حصة رأس المال هذا فهو الطمان العام للدائنين لذلك لا يجوز البدء في أعمال الشركة إلا بعد استفاء رأس مالها بالكامل بالإضافة إلى ذلك فإن هناك أنواع الحصص الحصص التي يمكن تقديمها في رأس مال شركة ذات المسؤولية المحدودة فالحصص التي يمكن تقديمها إما أن تكون حصة نقضية وإما أن تكون حصة عينية ولكن لا يمكن أن تكون حصة العمل جزءا من الحصص التي يمكن تقديمها في الشركة ذات المسؤولية المحدودة هذا بالنسبة للأرقان الموضوعية الخاصة إلى جانب رقم اقتسام الأرباح والخسائر أما بالنسبة للأركان الشكلية فتتمثل في كتابة عقد الشركة وتضمينه بيانات نص عليها النظام إلى جانب شهر الشركة والبيانات التي يجب أن يتم تضمينها في عقد الشركة واحد هي نوع الشركة واسمها وغرضها ومركزها الرئيسي أسماء الشركاء ومحال لإقامتهم وجنسياتهم أسماء المديرين سواء كانوا من الشركاء أو من غيرهم أسماء أعضاء مجلس الرقابة إن وجدوا مقدار رأس المال ومقدار الحصص النقدية والحصص العينية ووصف تفصيلي للحصص العينية إقرار الشركاء بتوزيع جميع حصص رأس المال والوثاء بقيمة هذه الحصص كاملة طريقة توزيع الأرباح تاريخ بدء الشركة وتاريخ انتهائها شكل التبليغات التي قد توجهها الشركة إلى شركاء أما بالنسبة لشهر الشركة وقيدها في السجل التجاري فيجب على مدير الشركة خلال 30 يوما من تأسيسها أن يطلبوا على نفقة الشركة نشر ملخص عقد الشركة في الجريدة الرسمية أي جريدة أم الكرة أو نشر عقدها في الجرائد المشار إليها أعلى وعلى المديرين كذلك أن يطلبوا في نفس المعاد المذكور قيد الشركة في سجل الشركات بالإدارة العامة للشركات ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر